نسبة للتحصين الحمى الكلعية وحمى الوضو متصدق وتحصين النيموباك اللي هو بتاع الباستريلا او التهاب الرئوي اللي بيجي بعد اللي صابة بمرض الحمى الكلعية زي ما قلنا لتحصينات لمرض الفيروسية في منها لقاح بيبقى حي وفي لقاح بيبقى ميت اللقاح الحي زي الجلد العقدي ما ينفحش ان انا قدي لقاح لقاحين حيين في وقت واحد لازم يكون في مسافة بينية لا تقل عن واحد وعشرين يوم اسمها المسافة البيينية بين اللقاحات او بين التحصين ينفع ادي حمى الكلعية وادى يفوماك ما فيش مشكلة يعني ينفع جرى عديدين وينفع حصن حمى الكلعية في وقت واحد ينفع حصن حمى الكلعية وينفع ادي مثلا اللقاح السوماني او الموت المفاجئ ينفع ينفع عدي جلده عقدي وينفع عدي معي فوماك فيش مشكلة نهائي ينفع عدي جلده عقدي وينفع عدي مثلا تجريع بتاع اللي هو الموت المفاجئ برضو لكن ما ينفعش ان انا ادي حمى الكلعية وينفع عقدي في نفس الوقت لحيوان نفس الحيوان كده بعمل ضغط جديد على الجهاز المناعة للحيوان وفي نفس الوقت الحيوان مش يلحق يعمل مناعة لا ضد ده ولا ضد ده دي طبعا اسئلة الناس سألتها بعد الفيديو اللي فات بتاع التحصينات فانا حبيت ان انا اوضح الحتة دي بالنسبة الحمى الكلعية الحمى الكلعية التحصين بتاعها في بعض الاحيان في بعض الاحيان بيعمل عرج في الرجل اللي قدامية نتيجة الحق في تحت جلد الرقبة مرات بيعمل ورم تورم مكان الحقنة مرات بيعمل اتهاب مكان الحق ما تقلاش ما تقلاش نهائي بالعكس ده انا بفرح لما لها الحيوانات كلها عرجت بعد التحصين طبعا صاحب الحيوانات بيبقى ما بينامش للكل وزعلنه مخنوق لكن انا بفرح بحس ان انا فعلا انحقنت حاجة كويسة طالما الحاجة دي عملت رد فعل يبقى الحاجة دي مزبوطة وتحقنت صحة مش مشكلة تورم مكانها عادي بكمدات مياساعة من التلاجة او حتى التلجة تبص لايه مكان الحقنة فاش وحدي حتى لو طولت ما تقلاش ما منهاش اي ضرر يعني ما منهاش اي ضرر الله لا قدر حتى لو الابرة مثلا حصل فيها تلوس ويدخل الجلد اخر وايه اخر وحتى خرج ويتفتح وينضف ما فيش مشكلة خالص ما تقلاش خالص من وضع الورم مكان الحقن ده دي متقل اكش نهائي فيهاش اي ضرر ان شاء الله يعني يبقى الحمى الكولعية ويارد تعمل عرج ويارد تعمل الحيوانات اكلها هي جلد بالذات لو خدت التلات شكات لان النمو باك مرات بيعمل تورم فعلا مكان الحقنه مرات بيسخل الحيوان مرات الحيوان بتلاقي اكله بيجل يوم او اتنين ويرجع تاني لطبيعة وبعد كده في الحالات اللي زي دي متعليكش خالص متعليكش نهائي كمدات مكان الحقن واربع برشامات بروفين ستمية وشكرا يعني حاجات اللي بتيجي الرد الفعل بتاع التحصين اللي بتيجي بعد التحصين وبعد عملية التحصين دي حاجات طبيعية بتحصل طبيعي 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 ما فيش اي قلق منها نهائي وان شاء الله ما بتقديش للاجهاض يعني اقولك ده حيوان بعد ما حصنته راما لأ مرتعملش كده يعني طول عمر شغال وبدي العشار وبدي حتى اللي قررت تولد بديها الجلد العقدي ما بيعملش تورم ما بيعملش تورم ما بيعملش تورم مكان الحقن لكن وارد وارد ان الحيوان برضو يسخن حاجة بسيطة نص درجة درجة بالكتير خالص ليس لها اي تأثير على العشار برضو في ناس اه كانت بعتتلي على التعليق على الفيديو اللي عد ان واحد عنده البارة عشر تسعة وخلاص هتولد اه مسلا بعد سبوع العشر تيام فاحد الزمل قال له لا ما تدهج دلوقتي لانه هو بيسخن وممكن الجنين ينزل مشوه هو الجنين لما تكون وخلص لما هي عشر تسعة لما هي خلاص هتلت خلاص يعني خلاص هتدخل على ولادة يعني جنين اللي هيتأثر ولا ولا يحصل تشوه تشوه اللي يحصل في الجنين يعني اه هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تدرج العشار السخونة اه الحرارة لما ترفع فوق الاربعين وده ورد لأي حاجة تاني مش مش للتحصين تحصين ما بيوصلهاش للاربعين وحتى لو وصلت اربعين مجرد دوش شمية مع اربعة برشمات بورفين بتنزل بسرعة لكن امتى الحيوان امتى العشار يتضر من الحرارة لما السخونة بتفضل اربعين او واحد واربعين لمدة تلات ايام وانت سايب الحيوان بتاعك ومهمل فيه ومش بتعالجه ساعيتها بس يحصل ضرر ضرر ايه ان الرحم بيفتح غصبا عنه ان السخونة العالية بتخلي الرحم يفتح بينازل الجنين غير كده ما بتعملش فانت لازم اه تجيس الحرارة كويس لو قلت الحيوان اكله جل بعد بعد التحصين جيس الحرارة لاجيتها في فوق التسعة وتلاتين ونص ادي اربع برشمات بورفين مع دوش شمية وشكرا لكده ساعتين زي امت باذن الله بالكتير تاني وما تلاقي الحيوان بتاعك باجة زي الفل الا لو الا لو فيه اصابة جات صدفة لاي حاجة تاني يعني حصل اصابة لاي مرض تاني مثلا طفالات دم اه اي مرض تاني حصل اصابة صدفة صدفة اثناء التحصين صدفة بعد التحصين بيوم لان طبعا انت بتدي اللقاح زي ما قلنا انه بندل بندل الفيروس للحيوان اللقاح ده عبارة عن فيروس مضاعف او ميت بندل الحيوان السليم عشان يعمل اجسام مناعية ضد الفيروس ده بحيث لما تيجي الاصابة فهي قد تلاقي انه الاصابة المضادة له موجودة في جسم الحيوان تصد اي اصابة جديدة يبقى ده بيعمل ضغط على الجهاز المناعي بتاع الحيوان فوارد تحصل عدوى عدوى سنوية لبكتيريا لطفال دم فده ساعتها بقى انت تتركز اوي ان الحرارة لو فضلت معالها لتالي يوم حاجة من اتنين يستدعى الطبيب يتتعامل بيه حسب العراض الموجودة عندنا تمام عارفنا الوضع ده ماشي ازاي عارفنا الامراض انت حصانها ازاي ما تلاحش من التحصين تحصين مهم جدا على فكرة احنا من كتر التحصين عندنا هنا من فضل الله حاليا ما عندناش بقر يعني دينا اكتر من سنة ونص يمكن من فضل الله ما فيش بقر تحمل كل عيه يعني فيه فرق من فيه بقر او فيه وباء وفيه فرق انتلاقي بيت او اتنين في القرية بيت او اتنين في القرية ده ما يعتبرش وباء وباء لما لاي المرض خد البلد على جنب خد البلد كلها من اولا الاخرى ساعة تدايب بس موباء فكل الحالات اللي بتظهر ده حالات ازبراديك او حالات فردية ده ما يعتبرش وباء ده يعتبر مثلا الحال الناس دي ما حصنتش كويس او الحيوانات دي نزلت في النسبة او واجعت في النسبة اه اللي هي نسبة التحصين طبعا مفيش تحصين زي ما قولنا في العالم كله يدي مناعة مية في المية يعني انا لو حصنت مية حيوان سبعين منهم هياخدوا مناعة والتلاتين اه ممكن ما ياخدوش مناعة تيجي التحصينة اللي بعدية مسلا التلاتين دول ياخدوا مناعة والسبعين دول كده كده عندهم مناعة منهم تلاتين هتلاقي الامور مع استمرار التحصين والتزامك بالموعيد بتاع التحصين كويس كل اربع شهور هتلاقي المستوى المناعة بتاع الحيوان اللي مش ياخد التحصينة دي مناعة هياخد التحصينة اللي من بعدها فانت كده بترفع مستوى المناعي للحيوانات المزرعة بتاعتك. تمام? كزلك جلد العقدي. جلد العقدي ده كل تسعة شهور كنا بنحصنه كل سنة زمان. دلوقتي احنا بنحصنه كل تسعة شهور على اساس ان المستوى المناعة بتاع الحيوان ما ينزلش بعد التسعة شهور ويبقى معرض للحيوان ان هو يتصاب. فعشان كده احنا بندي كل تسعة شهور عشان نحافظ على مستوى المناعة للحيوان آآ ان يكون في اجسام مناعة تصد اي عدوى للجلد العقدي. ده بالنسبة للآآ التحصنات. بالنسبة آآ لجرعة الددان. آآ ناس كتير تكلمتنا برضو. قلنا احنا جرعة الددان ان كنت تشتغل بالحق. نشتغل بالشور وبشتغل. ده شغال وده شغال. فيه خمسين شركة وفيه تمانين شركة في الكل نوع. فانت خلي بالك ايه اللي انت آآ جربته وماشي معك كويس يشتغل به. يعني لو انت جربت المصري الناصر مكتين ده الرخيص المصري ده او جاب معك نتيجة خلاص كامل. جبت لايفوماك الاردني هو كويس وشغال. جبت ايفوماك اردين عادي شغال. جبت الامريكي لان الوقت انا ما بسكش فيه حالين لانه ضرب آآ برضو براحتك اشتغل معك خلاص هاتو. مش هنفرض عليك النوع مع المهم انك انت تحافظ على الحيوانات بتاعتك. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنحاول نتكلم برضو عن مشاكل التربية. وبرضو ده كله اعتمد على التعليقات بتاعتكم. يعني انا باخد من التعليقات بتاعتكم برضو على الناس كلها عشان خاطر الكل يستفاد منها يعني. يا رب ان شاء الله تكون وصلت المعلومة. تحياتي لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.